بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اه رمز اهداء المصحف. اما نشوف حد انه بيهادينا بمصحف او حد بيدينا اه مصحف هنهرف معناه بشكل عام. اولا اهداء المصحف في المنام من الرموز المباشرة اولا بزرية. وبزرية صالحة. كمان من الرموز المباشرة بالزواج والارتباط من شخص صالح من شخص طقي. كمان على خلق وكمان على حسن السمع. اهداء المصحف الكبير من الرموز اللي بيطلع على مكانة هيحصل عليها ادرائي على اه ترقية على منصب كمان اه بشارة ليه بزيارة لبيت الله الحرام. كمان الهداء المصحف من الرموز اللي بيطلع على اعمال صالحة. اه بيقوم بيها ادرائي في اه حياته. لما يشوف ادرائي ان المكتبة بتاعته مليانة اه بالمصاحف فدي من الرموز بيطلع على قرب ابن الله سبحانه وتعالى على اه تقوى على طهارة. اه كمان لما يشوف انه اه بيحمل مصحف اه بين ايديه فده اه حسن خلق وصمعة اه طيبة. اه كمان لما يشوف ان في حد بيدينا مصحف هو بيبتسم فده نجاة من شر. اه نجاة من ازا نجاة من مخاطر ممكن يتعرض لها الرأي. كمان بشارة بفرحة وبسعادة اه قادمة. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف انه يعني فيه حد بيديها اه بي اه مصحف فبشارة بخير وبسعادة. كمان بشارة باستقرار وبينها وبين اه زوجها وزوال خلافات لو كانت فيه خلافات. وكمان تحسن في المعيشة ورفاهية وسعادة وفرحة وفرج. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتقرأ في المصحف فبرضو دي من الرموز اللي بتدل على الحمل. كمان القراءة في المصحف بصوت عالي فدي بشارة بخير وبرزق وكمان بخلاص من مشاكل من متاعب آآ من آآ صعاب كانت هي بتمر آآ بيها. كمان لما تشوف ان زوجها بيهديها بآآ مصحف هو اللي بيديها مصحف آآ فدي بشارة بحب وموادها واستقرار ما بينهم كمان من الرموز المبشرة ليها بالحمل. الرجل كمان الرجل لما يشوف ان في حد بيهادي آآ بي آآ مصحف فدي برضو من الاحلام او من الرموز اللي بتكون مبشرة لي آآ بقدوم خير بقدوم مارزق. كمان بعلوه شأن ليه بترقية بحصوله على آآ منصب كمان آآ باموال واموال كتير وكمان آآ اموال حلال. كمان من الرموز اللي بدل على حسن خلق آآ صاحب الرؤية آآ وكمان تمتعه آآ بآآ اخلاق وتمتعه بصمعة آآ طيبة. كمان من الرموز اللي بدل على التدين والتزامه. اما لو كان هو عاصي ومكان بيرتكب آآ زنوب او بيرتكب آآ آآ معاصي فآآ من الرموز اللي بدل على توبة وهدايا ليه وقرب من الله سبحانه وتعالى اكتر. كمان الرجل لما يشوف انه آآآ بياخد آآ مصحف ولكن المصحف ده وقع منه على الارض. فده للأسف بيدل على نقص في الدين او نقص في الايمان او استهانة بامور الدين. آآ كمان آآ على آآ زنب هو آآ بيرتكبه على آآ معصية ومعصية في القهر كمان. آآ كمان لما يشوف انه بيضع آآ المصحف في مكان آآ آآ عالي يعني يشوف انه اخد المصحف من شخص وحطه في مكان عالي فدي توبة وآآ رجوع لله سبحانه وتعالى آآ مرة آآ تانية. الفتاة العزباء اما تشوف ان في حد بيهديها آآ بي آآ مصحف فدي بشارة بخير آآ بشارة بامان آآ بشارة بتحقيق احلامها آآ كمان لما تشوف ان في حد آآ بيهديها آآ بي آآ مصحف فدي بشارة آآ بي الارتباط. خصوصا لو كانت هي عرفية فبشارة بالارتباط آآ بما بينهم. آآ كمان لما نشوف ان فيه شخص غريب هو اللي بيهديها بالمصحف فبشارة لها بالزواج آآ من شخص صالح ومن شخص آآ على خلق وآآ سمعته آآ طيبة. كمان القراءة في القرآن الكريم آآ لما نشوف انها اخدته وبتقرأ فيه فتاة حقيق اماني وكمان نجاح في حياتها سواء حياتها العملية لو بتشتغل او في الدراسة لو كانت لسه بتسعى للدراسة آآ المرأة الحامل كمان لما تشوف المصحف فدي بشارة لها بخير وآآ سلامة وولادة سهلة ولادة بدون آآ متاعب آآ كمان آآ لما تشوف ان هي بتحمل آآ مصحف بين ايديها فدي بشارة بنيها تحمل آآ زريتها آآ كمان المصحف برضو آآ من الرموز اللي بتدل على ولادة بدون تعب وطفل آآ معافة آآ كمان سعادة يمكن بعد كمان آآ الولادة كمان لما تشوف الرأي ان هو آآ آآ امام المسجد هو اللي بيهديه بالمصحف آآ ده امام المسجد لي آآ لصاحب الرؤية بمصحف فدي آآ آآ توبة وآآ آآ بعد زنوب وقرب من الله سبحانه وتعالى او رجوع مرة تانية لله سبحانه وتعالى كمان من الرموز ما يشوف الرأي ان فيه حد بيهديه بمصحف فدي نجاح وتفوق في حياته آآ بشكل عام كمان تحقيقه انجازات او تحقيقه طموح او هدف كان آآ بيسعى آآ تلاوة الكرآن الكريم يعني لما يشوف الشخص انه هو آآ آآ يعني هداه بمصحف ويخده للرأي ويآآ بيقرأ آآ فيه فدي برضو من الرموز رب دول على صلاح حاله آآ بشكل عيب ضياع المصحف آآ لما يشوف انه اخده وبعدين ضاع منه للأسف من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة كمان من الرموز اللي بتكون غير مستحبة لما يشوفه انه بيهدوء بمصحف ممزق او متقطع كل دي آآ من الرموز اللي بتكون آآ شوية غير آآ مستحبة لما يشوف اللي رأي المصحف الممزق المصحف الممزق من الرموز اللي بتكون غير مستحبة آآ زي ما قلنا فبتدل على مشاكل على خلافات كتيره هو هيمر بيها الرأي في حياته آآ ممكن تدل على تعب نفسي على ازمات آآ سواء ازمات مادية او ازمات نفسية كمان تمزق اوراء المصحف آآ من الرموز اللي ضياع الدين وعلى سوق الخلق وعلى آآ ان الرأي كمان ممكن يفقد شخص آآ عزيز عليه المصحف الممزق كمان لما يشوف ان حد بيها دي بمصحف آآ ممزق آآ فبرضو دي من الرموز اللي بتدل على زم آآ بيبقى في في الغالب بيكون انذار من الله سبحانه وتعالى للرأي بضروري دلعودة مرة تانية لله فهو بيدل على انه بيرتجي بزنب وزنب آآ كبير جدا وعليه انه هو آآ يتوب آآ عنه آآ ده كده باختصار رؤية المصحف الممزق آآ بتمنى ان يكون الفيديو عاكمكم لو في اي استفسار او سؤال كتبوا لي تحت وانا شاء الله هردت عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا